ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء التي عقدت هذا اليوم بقصر القضبية أشهد مجلس الوزراء بمحتواه الخطاب السامي الذي وجهه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية في يومي السادس عشر والسابع عشر من ديسمبر من مضامين ورؤى وتوجهات تجاه الشأن الوطني والوضع الاقليمي والدولي مؤكدا المجلس بأن الحكومة تبذل جل جهودها لتحقيق ما جاء في الخطاب السامي من تطلعات وأمان عبر مواصلة العمل على تكريس ثوابت البناء والتطوير المستمر والاستقرار وتنفيذ برامج التنمية الوطنية في كافة المجالات وتعزيز علاقة مملكة البحرين الاستراتيجية المتنوعة ومصالحها الاقتصادية المتبادلة مع أشقائها وأصدقائها لتكون دائما جزءا أصيلا من منظومة التنمية الشاملة في العالم تحقيقا لتطلعات السامية وبما يبني على المكتسبات التي تحققت للشعب بمملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة العهل المفدى وأشهد المجلس بما عبر عنه المواطنون والمقيمون على أرض مملكة البحرين من مشاعر الولاء والانتماء النبيلة مع احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية يومي السادس عشر والسبع عشر من ديسمبر أحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام ثلاثة وسبعين وسبعمائة وألف ميلادية وبالذكرى الخامسة والأربعين لانضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية والذكرى السابعة عشر لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم واستذكر المجلس التضحيات الجليلة التي بذلها شهداء الوطن من أبنائه البررة والذي يأتي يوم الشهيد برعاية سامية من عاهل البلاد المفدى حفظه الله كمناسبة تخلد ذكراهم العطرة وتكللها بالتحية والاحترام على ما قدموه للذود عن المنجزات والمكتسبات الوطنية وصون أمن واستقرار المملكة ومصالحها في جميع المواقع كما رفع المجلس أطيب التهاني لمقاب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ولشعب البحرين بمناسبة قرب حلول العام الميلادي 2017 وتمنيا أن يحل هذا العام بالخير وبأسباب الأمن والسلام على العالم أجمع بعد ذلك رفع مجلس الوزراء إلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أسماءات التهاني والتبركات على ما أفاء الله سبحانه وتعالى على سموه من نجاح الفحوصات الطبية التي أجريت لسموه مؤخرا داعيا المولى عز وجل يديم على صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء صحة والعافية لمواصلة دوره المحورية الرائد في مسيرة النماء والتطور بمملكة البحرين منوها إلى أن توالي المشاعر الطيبة من القادة الأشقاء والمواطنين الكرام للإطمئنان على صحة سموه كان لها أطيب الأثار وهي تدل على التقدير والاعتزاز بشخص سموه وموقعه الكبير في النفوس لما له من دور معطاء ومواقف مشرفة في سجل العمل الوطني الذي يحفل ببصمات سموه في المكتسبات والمنجزات الوطنية المتحققة للمواطنين وخلال الجلسة ناقش مجلس الوزراء مرسوما بخصوص ضوابط استثمار الأراضي المملوكة للدولة كما وافق على ضوابط لتسجيل السفن المملوكة للدولة وطلع المجلس على التقرير السنوي لهيئة جودة التعليم والتدريب وناقش مذكرة بتحديد سن الشباب في مملكة البحرين وعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره للهجوم الإرهابي الذي شهدته محافظة الكارك الأردنية مؤكدا المجلس وقوف مملكة البحرين وتضامنها مع المملكة الأردنية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها من جهة أخرى فقد أدان مجلس الوزراء حادث اغتيال السفير الروسي في تركيا ووصفه بأنه جريمة إرهابية تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية والقيام الأخلاقية والإنسانية فيما أعرب المجلس عن تعزيه ومواساته للحكومة والشعب الروسي في ضحايا حادث سقوط الطائرة الروسية كما أدان مجلس الوزراء كافة الاعتداءات الإرهابية التي تطال الأبرياء وتستهدف الآمنين مؤكدا أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تتنافى وتعاليم الإسلام وكافة الشرائع السماوية والتقاليد والأعراف الإنسانية معربا المجلس ضمن هذا السياق عن إدانته للأعمال الإرهابية التي شهدتها مؤخرا مدينة عدن بالجمهورية اليمنية ومدينة برلين بجمهورية ألمانيا الاتحادية وكان المجلس قد نظر في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات على النحو التالي أولا حرصا على تأمين النزاهة والشفافية والتنفسية وتكافؤ الفرص فقد وافق المجلس على مشروع مرسوم مرفوعا من اللجنة التنسيقية برئاسة اسمه ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بخصوص ضوابة استثمار الأراضي المملكة للدولة كما حدد المجلس للجنة الوزرية لشؤون المالية والضبط الإنفاق كالجهة التنظيمية المعنية بهذه الضوابط ثانيا طلع المجلس ووافق على التقرير السنوي لهيئة جودة التعليم والتدريب المتضمن للدفعتين الرابعة والعشرين والخمس والعشرين من تقارير الهيئة المتضمنة لنتائج تقييم مختلف المؤسسات التعليمية والتدريبية والتي عرضها سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب ثالثا وافق المجلس على مذكرة بشأن ضوابط تسجيل السفن المملكة للدولة بما يعزز دور المملكة كمركز للشحن والقطاع اللوجستي وأصدر قرارا تنظيميا بالشروط والضوابط الواجب الالتزام بها في شأن منح السفن الأجنبية ترخيصا بحرينيا ويكون وزير المواصلات والاتصالات مسؤولا عن تنفيذ ومتابعة هذا القرار رابعا أحل مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية مذكرة وزير شؤون الشباب والرياضة بشأن مقترح وزارة شؤون الشباب والرياضة لتحديد سن للشباب في مملكة البحرين بما يتفق والتشريعات المعمول بها وطنيا ودوليا ويسلم في توجيه خطط الوزارة نحو هذه الفئة بفعالية أكبر خامسا بحث مجلس الوزراء اقتراحات برغبة واتخذ بشأنها القرار المناسب في ضوء توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر